المؤشرات المصرية مع نهاية جلسة اليوم إذن بقيت على تراجعات جماعية وخسيرة فيها الـ EGX 30 قرابة 12 نقطة متراجعين بقرابة 20 نقطة المئوية الـ 70 كان أيضا خسر 14 النقطة المئوية والـ 100 بالمحصلة على تراجع بربع النقطة المئوية أما بالنسبة للقياديات اليوم رأينا البنك التجاري الدولي على تراجعات اقتربت بربع النقطة المئوية عند 42-63 تراجعات على المصرية للاتصالات قاربة 18 النقطة المئوية بالقطع العقاري أمار مصر متراجع بـ 18 وعامري جروب من جلسة يوم أمس كنا خسرنا مستويات 35 أرش اللي الآن يتداول بتراجع 82 عند 34 أرش أن السجون يكسب 3 وربع النقطة المئوية من تابع ساهم هرمز الذي يواصل المكاسب في جلسة اليوم بقرابة 16 النقطة المئوية وكنا أيضا تابعنا بعض التصريحات من هرمز التي تتحدث عن نيتها لطرح كليو باترا قبل رمضان بيومين وكانت ذكرت بأن تغطية الاكتتابة بلغت حدود 6.7 مرة ذكرت البورصة المصرية بأن مستشفى كليو باترا حددت السعر النهائي للطرح بوقع 9 جنيهات للسهم الواحد وأن إجمال قيمة طلبات الاكتتابة بلغ 2 مليار جنيه وصرحت الشركة بأن السعر الاسترشادي لعملية الترح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية يتراوح بين 8.75 قرش و11 جنيه و88 قرش للسهم وتستهدف الشركة جمع ما بين 600 إلى 700 مليون جنيه من خلال طرح أسهمها بالبورصة وسيبدأ التداول على أسهم الشركة الجديدة بتاريخ الثاني من يونيو أي الخميس المقبل تابعنا أيضا مصادر مقربة بصفقة استحواذ بيلتون على سي آي كابيتل والتي رجحت اقتراب أطراف الصفقة من التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتوقعت المصادر مدموه للتنفيذ الصفقة للمرة الخامسة بعد انتهاء المؤهلة الأخيرة اليوم الخميس في محاولة لإتمام التصالح مع الرقابة المالية المصادر ذكرت بأن المساهم الرئيسي لشركة أوراسكم للاتصالات تقدم بمستندات الملكية المطلوبة للحصول على استثناء من تقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة للحديث أكثر حول تدولات السوق المصري ينضم إلينا من القاهرة أستاذ وائل عينب رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية أهلا بك معنا أستاذ وائل إذا ما قيمنا أداء السوق لهذا الأسبوع يعني مرينا بعدة مراحل وكان الأبرز فيها هو سقوط الطائرة اليوم ننهي الجلسة على تراجعات جماعية تقييمك لما حدث للسوق خلال هذا الأسبوع وإحنا الأسبوع ده هو الأسبوع التالت على التوالي اللي بندور حوالين رقم 7500 نقطة في بداية الأسبوع انخفضنا تحتيه بسبب أحداث الطائرة سقطت نهاية الأسبوع الماضي وبعدين في نصف الأسبوع ارتفعنا مرة أخرى فوقيه النهاردة بنغلق تقريبا حواليه يعني عند رقم 7530 إحنا بنقول إحنا بقنا ثلاث أسابيع ما فيش محفزات السوق يترقب الماتش اللي موجود ما بين بيلتون وعراسكم للإعلام من جهة وأنا جيب سويراس من جهة بقصاد هيئة الرقابة المالية من الجهة الأخرى السوق يترقب اللي هيحصل في هذه الصفقة يمكن الجيد ان السوق استوعب حدث الطائرة في بداية الأسبوع والانخفض اللي انخفضنا في أول يومين رجعنا عوضنا مرة أخرى ورجعنا لنقطة اللي بدأنا منها بداية هذا الأسبوع عن 7500 خلينا نبقى بموضوع هرمز أولا يعني على ما يبدو بأنه عم تستبق الأحداث والسوق حتى والتدولات الضعيفة يا أستاذ وائل ويعني تنوي عملية طرح كليو باترا قبل يعني رمضان بيومين هل ستوفق بهذا التحدي برأي كرمز واليوم السعر بعد ما كنا عم نحكي عن مستوى الـ 11 جنيه 88 قرش اليوم عم بيحددوا السعر العادل للسهم بقرابة 9 جنيه ويمكن أنت ذكرت بعدة حلقات سابقة أنه سيتعرض السهم لتقييمات أقل مما هو معلن بالفعل هما في البداية الطرح قالوا أننا نطرح القيمة اللي عادلة حوالي 11 جنيه 80 قرش وأنا قلت في حلقة الخميس الماضي أنه هيبدأ الأوكازيون بتاع التخفيض اللي بيتعمل على أي اكتتاب بـ 11، لا بـ 10، لا بـ 9، لا بـ 8 طب عشان أنت حبيبنا وهناديك بـ 7 يعني ده ما ينفعش في الطرحات المفروض أن أنا بطرح من الأول خالص بقول أنا هطرح بسعر كذا دي أول نقطة أنه هو النهاردة بيطرح بـ 9 جنيه أقل من اللي كان بيتكلم عليه 11 جنيه 80 قرش تاني نقطة الطرح صغير فعشان كده شركة زي هيرمس بتدير حوالي 11 مليار جنيه مصري أصول تحت إيديها فسهل جدا أنها تغطي طرح بـ 400 مليون من عملاءها فقط فالنهاردة هي بتغطي الاكتتاب الخاص وأعلنت أنها غطيته 6 مرات أخلي بالحضرتك المدفوع الربع يعني لو قلنا 6 مرات يبقى كأن التغطية الفعلية مرة ونص لأن المدفوع الربع في حالة اللي باقي حوالي 6 مليون ساة هينطرحوا للأفراد أعتقد هي ممكن تجيبهم العملاء اللي عندها لكن بوضع عام أنا يمكن سألت كتير أو في السوق ما أنا شايف إقبال على الطرح ما شايف من ناحية كل العملاء اللي أنا اتكلمت معهم وكل شركات السنسرة اللي أنا اتكلمت معهم الإقبال على الطرحات عموما بصورة عامة بقى ضعيف جدا بسبب آخر طرحات خزلت المستثمرين جدا جدا وبالتالي بدأوا يبتعدوا تماما عن الطرحات الجديدة طيب خلينا نبقى بموضوع هرمز لأنه يبدو بأن دبي القابضة خلال هذا الأسبوع أعلنت أيضا عن بيع أونيتها لعملية بيع حاستها بهرمز اللي بتبلغ قرابة 12% هذا الموضوع برأيك كيف سيشعل المنافسة على هذه الحصة أستاذ وائل نفسة تاريخية على الحصة الحصة دي شركة دبي كانت اشتريتها سنة 2009 بسعر 63 جنيه كانت الحصة كلها بـ 1 و 1 من 10 مليار دولار خلي بالحضر كان ساعتها الدولار بـ 5 جنيه ونص النهاردة طبعا أن الدولار تضاعف ومع ذلك هي بتدور على مشتري وبتبيع الحصة ويمكن بخسارة لأنها عندها مديونيات لأحد البنوك الفرنسية مطلوب سددها لو نجحت أن هي تلاقي مشتري وبسرعة وبسعر أعلى من متقصد سعر السوق ده هيدي انعكاس إيجابي جدا على السوق المصري أن في حصة بتتباع في شركة بتعمل في مجال الأوراق المالية والخدمات المالية وقدرت أن هي تتباعها بسرعة وبسعر أعلى من سعر السوق وأنا أعتقد أن هو ده اللي بتدور عليه أن هي تتباعها حصة واحدة ما تتبعهاش حصص صغيرة في السوق زي ما عملت في 2012 و2013 بعت 1% أو 2% في السوق مباشرة أنا بتوقع أن هي تتباعها على مستثمر يكون أجنابي وما أعتقدش أنه هيكون المهندس نجيب سوي أنا ما أتوقعش كده فيه كلام في السوق أنهم بيقولوا أن المهندس نجيب ممكن يتفرض على الحصة دي أنا ما أتوقعش أنه هو تفرض عليه هو اهتمامه كله بصفقة سي آي كابيتل طيب بصفقة السي آي كابيتل اليوم أيضا أحاديث للمرة الخامسة على التوالي كلاكيت رقم 5 يا أستاذ وائل لعملية التأجيل هل سيوافق التجاري الدولي هذه المرة على عملية التأجيل وبالتالي هل سيكون الموافقة مرهونة أيضا مثل ما شفنا المرة الماضية 50 مليون التي دفعها ساويرس لتأكيد عملية الاستحواذ واضح أن إدارة البنك التجاري الدولي بدأ صبرها ينفذ بدليل أن آخر تأجيل ما جاش ببلاش تأجيل الماضي جاء بدفع 50 مليون جنيه دفع مقدمة من قبل شركة بلتون أو شركة قراسكم للإعلام المرة دي هل هيندفع تاني ولا لا أنا لو ما كان إدارة البنك التجاري الدولي بصراحة خلاص لغاية هنا وستوب ما وافقش ليه الكرة في ملعب شركة قراسكم لإعلام بقالها ثلاث شهور هيئة الرقابة قالت فيها عليكم مخالف بقالهم ثلاث شهور بيتفاوضوا قبل كده قالوا هناخد قرد من البنك محافظ البنك المركزي وقف لهم التمويل من البنوك رجع صراحوا أنهم هجيبوا تمويل ذاتي وبعد كده ما فيش تمويل ذاتي جي ولا حاجة بعد كده زيادة رسماء البلتون الهيئة الأسبوع ده وقفت لهم زيادة رسماء البلتون اللي كان هيدفع منها فواضح أن مصادر التمويل شحت ما عندهمش وفي النقطة التانية هيطلبوا بالتأجيل ليه لازم عشان أأجل يبقى أنا خلاص ناوي أتصالح مع الهيئة وروح أقدم أو أدفع الغرامة اللي طلبها الهيئة والهيئة على فكرة بتقول أن فيه غرامات أخرى يعني مش هي الغرامة اللي مطلوبة فقط بس كم قيمة التصالح يا أستاذ وائل يعني هذه المرة أيضا نجيب كم سيدفع لهذا التصالح مع الرقابة القانون بيقول الحد الأقصى 20 مليون جنيه ده قانون سوء المال بس القانون ده من سنة 92 برضو لما كان الدولار بتلاتة جنيه ومع ذلك القانون ده لسه ما تغيرش الحد الأقصى للغرامات والتصالحات في قانون سوء المال هو 20 مليون فهل الهيئة بتطلبه بالحد الأقصى هي ما أعلنتش بس أنا أتوقع أنه هو يكون ده طلبها الحد الأقصى للغرامة طيب أخيرا نعنى موضوع الحديد والصلب يعني يبدو بأنه ما زالت المفاوضات قائمة لعملية إعادة الهيكلة اليوم عم نسمع عن عرضين من شركتين روسيتين عم بتفاضل بينهما لتطوير أفران الشركة حتى الآن يعني لم يبت بهذا الموضوع يا أستاذ وائل وإعادة الهيكلة لماذا هذا التأخير فيها إحنا بقلنا سنة بنسمع عن إعادة هيكلة شركة الحديد والصلب ولكن اتغير الوزراء وبالتالي اتغير البحث مرة أخرى حديد والصلب كانت قبل كده تبع وزارة الاستثمار اتغير وزارة الاستثمار وجلنا وزارة قطاع الأعمال العام دلوقتي بدأت تبع وزارة جديدة فجي الوزير الجديد بيبحث الملف من أول وجديد ويطلب عروض من أول وجديد وهكذا الموضوع ده على فكرة بيفكرني بوضوع النيل اللي حليجي الأقطار نعم إنه هو خلاص تقييم وبعدين الوزير يبحث يتشال الوزير يجي وزير غيره يبحث من أول وجديد نفس القصة بتحصل نحن بنتمنى يبقى فيه قرار فعلي لأن شركة عملاقة زي دي لابد من عادة هيكلتها وأحياءها مرة أخرى عشان على الأقل تقلل الواردات وتبقى إضافة لميزان المدفعات أنها تقوم بعمليات تصدير فلابد من بحث هذا الملف وبسرعة وأشكر وجودك معنا أستاذ وائل عنب على كل هذه التفاصيل رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية كنت معي مباشرة من القاهرة مع تراجعات السوق السعودي والمؤشرات المصرية كافة واستقرارها باللون الأحمر مع نهاية هذا الأسبوع نأتي مشاهدين إلى نهاية كلام أسوق أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة